الأديبة دكتورة ميت الميثاني أهلا وسهلا بحضرتك معنا ممكن أقول لك الحمد لله على السلامة جاية من كندا الله يسلمك شكرا وممكن أقول أساساً دورتي بتعملي إيه في كندا بالزبط؟ يعني أنا حالياً أستاذة إعلام في كلية الأداب جامعة قطة في كندا لأنني عندي رسالة بحث عن حاجة من الحاجات اللي أنا بعملها مؤخراً أن أنا بعمل بحث عن وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي فحصلت على إجازة لمدة ستة أشهر ومتواجدة إن شاء الله في مصر وفي أماكن أخرى من العالم العربي حسب الأماكن اللي حذرها لعمل البحث ده دكتورة مي ممكن أقول أن حضرتك مهاجرة لكندا بقى لك كم سنة هناك؟ 24 سنة كانت في نيتك لما روحتي تدرسي أنك حتهاجري؟ لا إطلاقاً الحقيقة أنا روحت للدكتورة كان عندي منحة من الحكومة الكندية لعمل الدكتورة عن حارف السينما المصرية وبعد خمس سنوات من العمل في الدكتورة يعني ليا أسرة وأبناء وزوجه وقرروا أن يمكن الأفضل أن نستقر في كندا فساعتها قدمت على الهجرة لكن في البداية الخمس سنوات الأولى ما كانتش هجرة فعلياً كنت طالبة الدكتورة دي أمال أن أنا بعد الدكتورة هرجع مصر وعيش في مصر واستقر في مصر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة